اليومين اللي فاتوا دول فيه والنهار ده فيه زيطة في اتحاد الكورة لجنة الحكام كابتن محمد عادل طاقم التحكيم مش عارف ايه جلسات استماع بيعودوا يتكلموا بيتناقشوا في الاحداث احنا نبالي حتى كان معنا يعني مداخلة مع كابتن إبراهيم نور الدين المسؤول في لجنة الحكام يعني هيبقى فيه قرار الفترة اللي جاي انتوا عارفين كابتن فيه الحكام بتحكم جولة وبتريح جولة يعني مثلا الحكام اللي حكموا في الجولة الاولى مش هيحكموا في الجولة التانية الخلاصة ان كابتن محمد عادل الفترة اللي جاية او في الجولة التالتة ممكن نلاقيه فار او نلاقيه مثلا بيحكم في دوري المحترفين دي بتبقى نوع من انواع العقوبة بالنسبة للحكام من لجنة الحكام شايفة ان كابتن محمد عادل اخطأ في مباراة الزمالك وحصل تسريب للتسجيل او الحوار اللي تم ما بين كابتن محمد عادل وغرفة الفار اللي هو كابتن ميده سلامة اللي هو حكم الفار وكابتن محمد اسامة اللي هو كان مساعد حكم الفار في غرفة الفار والتسريب ده طلع لبرة طلع للناس ويعني اتقالت صربت الحوار اللي حصل في غرفة الفار وبالتالي اللي انا عرفته برضو انه هيكون فيه قرار باقاف حكام الفار في مقدش الزمالك والبنك الاهلي بسبب التسريب اللي طلع بسبب انهم يعني حد منهم حكى اللي حصل في الحوار في اللقطة الاخيرة في المباراة الحوار اللي بين كابتن محمد عادل وبين حكام الفار وكابتن احمد الشناوه هيشرح لنا النهاردة يعني الحاجات اللي كان فيها لغة احنا اتكلمنا فيها وجبنا خبرة في التحكيم لكن كابتن احمد الشناوه النهاردة هيشرح لنا كل حاجة برضو عشان نبقى عارفين قانون كرة القدم بالزبط ممكن يكون انا بتكلم بوجهة نظري في تعديلات احنا مش عارفينها هنشوف كده مع كابتن احمد الشناوه ان شاء الله